انتعرف محمد رمضان التالي ازاي او استاذ انجي؟ ازاي؟ بنعمل مسلسل في الاذاعة ففي الاستاذ عمر الحليل كان الله ارحمه والستة هيات ما الله ارحمه ومحمود حميدة ربنا ادي له الصحة وقعدين في السوديو 37 في الدور الرابع ففي دورين لولدين صوارين فالمخري كان جاي محمد رمضان واحمد الدمداش ابن الزمين مصطفى الدمداش فهو احنا عاعدين انا عاعد على الترابيزة هما بيعملوا المسامع دي على المايك فمحمد رمضان لما اشتغل قلت له يا حميدة الولد ده بيقال لي ده احمد زاكي محمود حميدة اصغر مني في الامر بس اديه عريضة كده رع مسكني من رجلي كده خلاص؟ لما توفى الزميل محمد نور الشريف مدام انا اقول عليه محمد جابر لانه كان دفعتي فالعااسة كان في عمر مكرم 2015 فانا قاعد فداخل محمد رمضان وكان لسه قلزة العدادة رحمه عايش شو هو محمود عداهم محمود عزيز عداهم وجي عليا واخدني برحوة اهلاني يا استاذ وتا قلت له يا ابني اعمل دور رومانسي عشان تعيش الاستاذ فريس شوقي كان بيطلع يضرب ويعملوا كلمان ده لكن لما عمل رومانسي وبالولدين احسانة وكلمان ده الناس حبت فريس شوقي انت شايت محمد رمضان قدرته كلمان ده الولد اصلا اداءه كان كويس جيب احد اداله مليون جنيه وقال له اطلع امسك سينجا هي المشكلة بقى جاية من هنا وانا لما يجي واحد يقول له يعني الولد ورجبت معاه بقى مشت معاه يعني ايه غني ونمبر اما تقوليني مين احسن ممثل يعني محمد رمضان مش نمبر ون يا ايه كلمة نمبر ون دي هو نمبر ون في ايه انا مش فهمها انا هو معنى ان انا في التمثيل في الحالة الفنية اللي هو عاملها الحالة المتكاملة اللي هو عاملها بيغني وبيمثل حبيبة قلبي وده هنا يا امي ده هي المشكلة مش بالولد المشكلة في المحيطين دي اللي عاملوها ما هنا بتتوقف بقى على ايه سوري يعني بحد يا استاذة انجلي قولي له سورتك وانت طفل انا ما يقولوش كده عشان قاطر قصعب فتحت ولد فوق ومعلقة دهب لا يعني تجربة على زملاتك وزملائك وصورتك يا حبيبتي وانت طفله مين اللي صورها مين اللي عملها مين اللي صوروا المحيطين بيه مش غنى وفقر التربية ده فيه ناس غلابة بس تتشالفوا الراس وفيه ناس معهم فلوس سوري يعني لو محمد رمضان بعتلك نفسه يبقى يعني في مسلسل انت تعمل دور معاه وانت طبعا فنان قدير وفنان كبير هتوقف او لا لا هقول لحضرتك على حاجة الفن ممكن جدا انا ما قولش لا شو انا بقولك يا سميرة عبدالعزيز اعتر انا انا بقولك رفضت لان ليها قالت انا مش عايزة اكون ام البلطاجي في مسلسل ما وصل الرسالة دي للناس بقى هو بلطاجي وابتاع وهي كانت طلع ام عمر الشريف انت عرفها اللي خدم محمد رمضان محمد رمضان مين الاستاذ عمر الشريف فعل انا بقولك بقى لحاجة ليه بيصور في مكان استاذ عمر كان اللي ارحمه اما بيبقى عايز مكان معين عشان ففي الولد كده هو كان بياخده يوديه الاماكن دي فجيه السبكي طلب الاستاذ عمر الشريف فعمر الشريف كان مساكل اما هو قال جملة للسبت قال الخدبلك من الولد ده ما عمر الشريف بقى سابيني وبين حضراتك رجبت دي الليمان ده كله مشة حتى لو خد باله منه لو محمد رمضان ما عندوش حاجه يقدمها له الولد كويس وكانش الناس هبو اه 성r انا قلتلك الولد اداءه كويس بس اللي حصل ايه جيه واحد قداله 5 استرع خذ زيازة وقالله امسك طبعا امسك сыгр ما ترضاش تمثل معا ولا تمثل ليه ليه انا اقولك على حاجة اه اذا كان الدور انا اقرأ انا الوقتي حد يبعثلي الدور كويس ممكن اخلي كل المحيطين بي مع هنا بقى الجمال بقى ازاي تقدري يعني انا لو اتوجدت في عمل وفي رمضان مش هيعمل اللي بيعمل هو هيقدر ده مين قدامه وبعدين حضرين جيرتي نقطة مهمة جدا ايه ان انا اروح امثل وقدامي واحد حلقلي حلاقة هتقوليني موضة من هنا ارعى وحتة شرع الدور اللي بيعملوه ده يعني شكل الشخصية بتاعت الدور اللي بيعملوه حبيبتي ده لو كانت شخصية اه انما انا بتكلم في العموم انت بتتخرجي حتى في المشاهد اه 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 على ايمينك فيه موضة الشرلستون والهيبز كل ده كموجود بس مش بطريقة الفجه دي الطريقة دي صعبة يا انجي صعبة صعبة يعني لو فيه دور مثلا او فيه مسلسل او فيلم محمد رمضان برضو بيعمل فيه دور فيه عنف او بلطجة انت هترفض يعني هيعمل يعني هيعمل الدور بصح بش ايه وزاكشة بش ايه اعتراض انما يبقى اسفاف كله لا ما يفعلش تقول ايه لمحمد رمضان تنصحه بايه انصحه ان هو يقعد يقعد مع نفسه ويعمل كده يعني انصحه يقعد مع نفسه ويشوف الاحداث اللي وصلت يبقى كده ويسيبك من حكاية الهونة يا ابني وهنا ايه هو بعض عبدالحليم حافظ في حد بيغني ما هو مش بيغني بمعنى انه مطرب هو بيعمل شو على بعض حبيبة قلبي ممكن اعمل شو في فيلم اعمله بتاعنا ما ببقاش لا اصل المسرح ده او استاذ اينجي المسرح ده لقواعد لقواعد بكل مقايصها المهم سألوني من المؤسس اللي بيدحكت مع احترامي الاستاذ نجيبي الرحاني قلت له ميوسف بيه واهبي قالوا لي ايه قلت له ميوسف بيه واهبي ياخد جايزة على الكوميديا ده فيلم اشاءة حب عامل دور طبعا ومين بقى كامه الاستاذ عمر الشريف عمر الشريف بقى وصعد حسن تمثيل الداخلي ده اه صعب بتجاهد انت بتشوف عمر الشريف فنان ممثل كبير كبير هو احمد رمزي احمد رمزي ده لا فين النهاردة فين دون